إزايكم؟ عاملين إيه؟ يارب دايماً تكونوا بخير وفي أحسن حال عجينة الباف باستري من المعجنات السهلة والبسيطة ممكن تعملي منها حلويات حوادق ممكن كمان نعمل منها أمو علي استخدامتها كتير جداً النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل بيها حلويات بس هقول لكم إزاي نعمل منها أشكال حلوة قوي ونحضرها في ثواني بتقريباً خمات موجودة كلها جوة البيت ده شكل عجينة الباف باستري في منها أنواع كتير وأشكال كتير هتلاقوها في السوبر ماركت في القسم اللي بتباع فيك جلاش والسامبوسة هو ده شكلها من جوا بيكون فيه بين كل طبقة وطبقة عازل عشان ما تلزقش في بعضها هنعمل أول نوع منها الباف باستري بالتفاح وده بنحتاج فيه مربة مشمش تفاح وبس هناخد التفاحة ونقسمها كده بالنص وبالسكين نشيل منها الزيادات بتاعتها اللي ملهاش لازمة بالراحة ونقطعها شرايح رفيعة جداً زي ما انتوا شايفين أنا عايزة خليه يتبال شوية عشان وانا بشتغل بي ما يتكسرش عرسس بقى التفاح بتاعي كده على طبق فهحطه في المايكرويب لمدة 30 ثانية بقى بالشكل ده مرن جداً عارفة تحكم فيه من غير ما يتكسر لو مش متاح عندك ممكن تحطيه في طاصة بنقطة مية بسيطة خالص وتغطي عليه هيتبال لوحده أو في الفرن مدة صغيرة خالص وأخدت عجينة الباف باستري وحاولت أعمل فيها حاجة جربها معاكم في الأول أخدت قطعة وفردتها كده عشان تكون أخف شوية ودي استخدمتها زي ما هي بس الاتنين ادوني نفس النتيجة في الشكل فاستخدموها على طول زي ما هي أخدت قطعة تلباف باستري بتاعتي وأخدت معلقة من مربة المشمش ودهنتها كده كلها زي ما انتوا شايفين بالفرشة وبعدين رصست التفاح بتاعي على شكل نص دايرة كل شريحة فوق الشريحة التانية وهعمل منها صف تاني في الجزء اللي تحت كل شريحة فوق الشريحة التانية حاجة بسيطة هسيب أول طرف العجينة وآخرها فاضين عشان أعرف ألفهم رول بعدين هبتدي ألفها رول بالراحة خالص لحد ما يوصل معايا لشكل الوردة الحلو دا ودي هسويها في سنية الكاب كيك لأن عجينة الباف باستري لما بتستوي بيزيد حجمها شوية فعشان ما نضيعش الشكل أحسن في سنية الكاب كيك النوع التاني عندي وده هنعمله بأي جبنة كريمي هناخد معلقة من السكر البودر ونحط عليها معلقة من أي جبنة كريمي أو حتى قطعة جبنة كري ورشة بسيطة من الفانيليا نخلطهم على بعض وناخد الشكل التاني من عجينة الباف باستري ونبدأ نشكلها أشكال زي ما انتوا شايفين هناخد القطعة ونحتفظ بالعازل اللي تحتها عشان ونحركها ما تلزقش ويكون سهلة الحركة ونقطعها كده الأولى على شكل مربع في النص بعدين ناخدوا هذا الطرف والطرف ده ونلزقهم على بعض ونحط عليها معلقة من اللي تشيز اللي عملناها كان عندي بلوبيري حطيت كده في فواكه كده في النص تدي طعم حلو قوي وفي الثانية اللي هنسوي بيها نرشها أو نمسحها مسحة بسيطة من الزبدة ونبتدي نرسس القطع بتاعتنا وأخدت واحدة تانية وبرضه قطع طعم مربع في النص ولميت الأربع حروف بالشكل ده كده زي منتو شايفين وكان عندي مربة فراولة حطيت منها معلقتين في النص وبس كده وهنا عملت نفس الشكل وحطيت معلقة من الجبنة وقطعة من الفراولة ودي هعملها بتشوكلت هقطعها زي منتو شايفين كده من الحروف حطت شوكلت في النص وبعدين أبتدي ألفها فوق بعضها العجينة دي سهل إن احنا نشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه يعني من الآخر نقدر نبدع فيها براحتنا أنا كده خلصت الكمية بتاعتي دي أشكالها أشكالها حلو قوي انتو بقى تقدروا تبدعوا بأي شكل انتو عايزينه وكمان نقدر نتحكم في الحشوات أي حاجة متاحة استخدموها أي حاجة تحبوها هتليق عليها هنده هنا بقى منع لوش براشة بسيطة من الزبدة ونكون مسخنين الفرن قبلها بعشر دقيق وندخلها هتاخد معانا نص ساعة ودي أشكالها بعد ما خرجناه من الفرن هنلاحظوا هي بتستوي حجمها بيزيد كده وبيعلى ولما تستوي خالص وليها عليها الشواية من فوق تاخد تحمير بسيطة نجد في منتهى الجمال وألوانها كده حلوة ممكن كمان نرش عليها رشة من السكر البودر والقرفة بيضوها طعمه في منتهى الجمال خصوصا مع التفاح وهي بيكون السكر بتاعها خفيف فسهل تزاودي الإضافات اللي انتي بتحبيها متمنى النهاردة يكون الفيديو بتاعنا خفيف وسهل ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرز واشافكم على خير الفيديو الجاي